للسنة الرابعة على التوالي تعود العملية التعليمية في اليمن والحرب ما تزال قائمة ورغم بذل الحكومة جهودا من نجل استمرار التعليم على النحو المطلوب لكنها تظل جهودا غير كافية أمام التحديات التي أوجدتها ظروف الحرب فدعوات المعلمين للإضراب عن التعليم مشكلة جديدة تضاف إلى قائمة المشاكل التي واجهتها العملية التعليمية منذ بداية الحرب حيث دعا معلمون في بعض المحافظات المحررة إلى الإضراب عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم وكرد على هذه الدعوات قال وزير التربية والتعليم عبدالله لملس إن وزارته تحرص على تحقيق جميع مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم موضحا أن الوزارة تقوم أيضا بدفع المرتبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بشكل منتظم رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الإضراب ليس العقبة الوحيدة التي ترافق العملية التعليمية هذا العام فالمناهج الدراسية غير كافية ولم يتم طباعتها بالإضافة إلى عقبات أخرى تمثلت في موجات نزوح كبيرة للطلاب من محافظة الحديدة إلى عدة محافظات أما في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فالمتوقع أن سير العملية التعليمية هذا العام ستكون أكثر تعقيدا مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فالمعلمون هناك لم يستلموا مرتباتهم منذ قرابة العامين بالإضافة إلى أن المناهج تم تحريفها بشكل يخدم أفكار جماعة ميليشيا الحوثي وما بين العقبات الكبيرة التي تقف أمام العملية التعليمية والجهود البسيطة التي تبذلها الجهات المعنية يقف الطالب مغلوبا على أمره يتطلع إلى مستقبل لمعالم له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر